اهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 9 من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك معنا الدكتورة ميادة الاخضر وانتو شايفين طبعا انها كان فيه نفسانة من جوة ان انا كنت قاعدة على الليزي تشير وهي ما كانتش قاعدة فهي عشان طبعا الجانب النفسي عندها اقوى مني اخنعتني ورغبت فيها ان احنا نغير المكان بتاع اللوكيشن بتاع التصوير وانحنا نبقى احنا الاتنين عادين على نفس الكورسي دكتورة ميادة النهاردة او دلوقتي هتكلمنا عن دور العلم النفس الرياضي في اعداد البطل او ان احنا نرجعه بعد الاصابة والريهابيليتيشن ان احنا عندنا حد اصالته اصابة وبنرجعه تاني المستوى التنفسي بتاعه تاني ودور العلم النفس الرياضي ان احنا نتغلب على الساينز بتاعت الوفر ترينج عشان ما الواضح ان في ناس كتيرة فاكرة ان الاوفر ترينج ده بس ايه موسيلز او فيزيك بالزبط فضلي.ie. اوكي. اامischer الرياضي بيرعب جرهم متوي في عادة تأهيل اللعب. يعني احنا عندنا لعب اا لما كيوتصوف متش مثلا او كيوتصفو بطولة لما بيتم استبعاده عن البطولة او استبعاده عن ان هو يمارس النشاط والتدريبات بيبتدي حالته النفسية تتأثر والموضوع ده جامد جدا. بيبتدي يحس ان هو يعني هو بيبقى اللعب بيبقى اكتف جدا. بيعمل بتحرك كثير فبتدي ان هو يعد. فده بيخليه يحس باحساس ان هو ما بقاش مهم بقى دوره قليل. ما بقاش مهم اني مور في اللعبة بتاعته. فلاص ان هو لما بيرجع يلعب تاني ما بيلعبش طبعا في المراكز الاساسية او ما بيلعبش بالصورة او بكفاءة بتاعته. فلازم يكون عنده اعداد نفسي عشان يقدر يتغلب على النقطة دي. وان هو كمان ما يرجعش يلعب بسرعة. يعني فيه لعبين بيغفلوا يقولوا احنا خلاص احنا بقنا كويسين وهنزل نلعب. حتى لو هما بدنيا مش جاهزين ان هما ينزلوا البطولة بتاعته. بس العامل النفسي عنده بيضغط عليه ان هو عايز ينزل نلعب. اوكي. ولو المدرب. يستاجل العودة. بيستاجل العودة. ولو المدرب مش عارف او اهمية الموضوع الاعداد النفسي او اهمية ازاي اللاعب يتحكم في فعلاته ومشاعره. هيبتدي اللاعب هينزل يلعب. هيقوله انا كويس وهينزل يلعب ويبتدي يضغط على نفسه ويقدي بسرعة اعلى. في الاداة. يعني ممكن فعلا يضغط على نفسه ويبتدي ينزل يلعب ويحط الالم على جنب وما لوش دعوه باي حاجة وينزل الملعب. فده بيؤثر عليه بعد كده في مستوى حتى الكفاءة بتاعته. ولفورما بتاعته. احنا اه اه ال ا التكلمة على جزء دي في علاقة بالا التلاث. هو اه ان لعب ما بيكونش في الفورما بتاعته ان هو بيحس باجهاد وتعب معظم الوقت ان هو اه سواء كان ده من من اداء بدني ام او مهاري او بطولات او او تنفس موسم بتنفسي او تقبل. وتقت كتر المسابقات اللي هي وراءى ده. بذلك. كتردوش بمعنى ايه ان هو اثناء البطولة بيبقى فيه ضغط نفسي بيبقى فيه خصم بيبقى فيه اكشنز تحصل غير الفيزيكال اكشنز سو ان اللعب بيبتدي يحصل له احنا بنقول عليه اجهاد نفسي او تعب نفسي بمعنى ان هو بيوصل للبيك مسلا في صفات معينة في الاداء بتاعه كل الاعبة بتختلف في الصفات النفسية بتاعته اوكي فلما بيجي اللاعب ينزل ماتش النهاردة ينزل النهاردة ماتش ويركز وحطوا كل الفوكوس بتاعه وقدة كل الانرشي بتاعته في الماتش ده وبعدين حصل ان هو تصاب او حصل ان هو خسر حتى او حصل اي حاجة مش هو مش متوقحة او جاب مسلا كمتخيل ان هو هيجيب سكورة عالية يجاب سكورة قل فاذا ما حصلوش ما تمش عملية الاعداد بصورة كبيرة صورة الاعداد النفسي بالنسبانه هو بيبتدي يعمل ايه بيبتدي ينزل مستوى الاداء بتاعه وان هو يرجع في الفورما بتاعته تاني سرعة الاستشفاء او سرعة نزوله ان هو ينزل الملعب بالكفاء اعلى او بفورما اعلى طيب خاليني انا اسألك سؤال تاني برضو متعلق بالقصة دي انت شايفة ان الناس هنا في مصر بتركز على الوفر ترينيج الفيزيكل وبتخفل الوفر ترينيج المنتل طيب لو احنا خدنا دلوقتي حد بيتعالج من اوفر ترينيج عن طريق اللي هو مركز بس على الجانب الفيزيكل وخدنا حد تاني ركز على الجانب الفيزيكل والجانب المنتل او السايكولوجي هل الفاروق هتبقى جامده اوي في ان هو يرجع لفورماته القديمة او يبقى احسن او يعمل الريكوفري باسرة؟ هو طبعا المنتل ترينيج والاعداد النفسي الاعداد العقلي والاعداد النفسي بيصورة كبيرة جدا بالاستشفاء العضلي او الاستشفاء البدني لما بيكون اللاعب زي ما احنا قلنا عنده ضغوط نفسية وعنده ضغوط الاوفر ترينيج والكلام ده هو لازم يكون عنده حاجة اسمها اعداد عقلي سليم او الخريطة الزهنية انت هتكون مزبوطة ان هو يكون عارف الاهداف اللي هو هتحرك عليها ايه بالزبط اوكي ايه نقط القوة وايه نقط الضعف ايه المشاكل المجهد الوقتي في الوقت اللي هو فيه سواء كان او يبقى فاهم وعنده استعاب بمعنى ايه هو يفهم يستوعب ده يعني انت ممكن اللاعب المدارب بتاعه يقول انت عندك بس هو كلاعب يكون حاسس ان هو لا انا ما عنديش انا ممكن اكون تعبان شوية مجهد شوية زهقان شوية حتى بيلاقي ان مود اللاعب مش بيبقى مزبوط يعني ممكن فزيكلي لو عملت له اختبار بدني ممكن يقدي كويس اختبارات البدنية بس موده مش مزبوط او الا ما يجي سهل الاستثارة اا 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 يعني فعلا هي سهل الاستثارة ممكن اي حاجة صغيرة تنرفيزه ده مفروض ان هو كشخص ريادي ده مبقاش موجود هو ممكن حالتين ممكن يبقى لاعب اا زي ما برونه عنيب شوية او اللاعب يكون عنده حالة لمبالا يعني اا الانتين موجودين مهم اا مش مهم بالنسباله ينزل الملعب عادي يعني كسرنا خسرنا مش مشكلة اا التيم ويك دي مش مش شرط ان هو يكون مش عايز يلعب بجوة تيم بس ممكن يكون اا مش قادر او مش شايف او مش مش عارف ازاي تحكم في الملعب او يعمل يبقى مع التيم بتاعه اا مش انانية في بعض الاوقات بتت يعني بتترجم ان هي انانية ان اللاعب ان هو بيحب يظهر نفسه بس لأ بس هو ممكن يكون اللاعب عنده ضغوط نفسية معينة او عنده صفات نفسية عايزة تتزبط فده محتاج انه يحصله احنا في العلم النفس الرياضي بيتعامل تحليل نفسي للاعبين اوكي فبنبتدي نعرف ايه اعلى الصفات وسمات عنده و ايه اقل ونقدر ازاي نستخدمها ازاي نرفع ازاي نقلل ازاي نتحكم بالصفات دي لصورة الايجابية ازاي يستخدمها بصورة ايجابية كلمنا دلوقتي عن الناس الرياضيين وتكلمنا عن الملاعب والتراك اند فيلد وكلمنا عن المنافسات وتكلمنا عن الريكوفري وكلمنا عن دور العلم النفس الرياضي للناس اللي بتيجي الجيم على السبيل اليومي اوكي اا علم النفس الرياضي بيلعب دور مهم قوي في التدريب اا لازم مدربين اللي احنا زمالنا اللي احنا كلهم يعرفهم يكون عندهم جزء related بالسفورت سايكولوجي وازاي يتعاملوا مع الكلائنس باعتهم وازاي يعرفوا يعملوا اناليسيس لكلائنس باعتهم حالتهم النفسية ايه ومشاكل عدم تحقيق البروجرم ايه يعني احنا دايما بنحط البروجرم بتاعتنا بتبقى مكتوبة ومعروفة جدا ومحددة بس في بعض الاوقات بنلاقي ان البرنامج اللي احنا حطينه محققش النتيجة سواء كان احنا بنلاقي ان الافاكت بتاعه مش زي اللي احنا حاسبينه في الورق بتاعنا بنلاقي ان الارقام مختلفة فبنبقاش عارفين ايه فبنقول اكيد الكلائنس بيتعبك برا او بيتغير يعني بندور بندور على العزر في اي مكان غير الجيم ندور على العوامل المؤسرة السلبية برا الجيم برا الجيم فبنقول اكيد الكلائنس بتاعنا ده بيعمل حاجة تانية يعني ايما مش بي اا بعدين بيبتدي نسأل طب انتو بتناموا كويس طب انتو كذا طب بيبتدي نسأل عن طب انتو بتاكلوا كل الميز سواء كان يعني زي ما كنا بنعمل بتاعتنا بتاعت النيوترشن والفتنس والويك بوينتز وزا كان هو عنده مديك الهيستري ولا لا احنا بنعمل نفس القصة في الاستبيان النفسي ممكن اول هكده هالوا استبيان نفسيين عشان نعرف زي ما هما بيقولوا كده فين قطة للضعف نعم فاحنا دلوقتي لو بنيجي الناس علي ونقولهم اي المشاكل بالزبط فلازم يبقى يعرف ازاي اسئلة بالحالة النفسية من غير ما يعمل او يعمل على الحالة النفسية ايضا في الفيميل يعني ممكن يكون حد فيميل عندها وهي جاءت جيم اصلا ابسط حاجة ايه ممكن جدا فما هي بتبقى جاءت جيم عايزة ايه عايزة توريليس وتركب الموجة بتاعت الاندورفن اللي هو ان شاء الله المدرب هيضيحها عليها لو ما تتصرفش بطريقة ايجابية لو هو مش جود لسنر لو هو مش بروبلم سولفين كاركتر ومعرفش نوعه يحتويه ممكن يخليه ما تجيش لجيم تاني صح كده ده بيحصل كدير قوي وكلاينتز كمان اللي هو ما بيبقى اوفر ويت او البوري فات برسنتج بتاعتهم علي بيحصل ايه بيبقى الحالة النفسية بتاعتهم قرأة دي بتبقى لو يعني بمعنى ان هي بتبقى مش وثقة نفسها بيبقى عندها بروبلم سي جاءت جيم اصلا علشان خاطر تم الكمبارينج للناس اللي حواليها بتسمع كومنتز بتروح تشتري من محل تلاقي الناس بتشتري من حاجات اللي هي النورمال سايز وهي بتطر انها بتشتري من الحاجات فهي كده ولا كده عندها قبل ما تيجي الجيم بزبط فهي مش نقصة ان حدي ايه بزبط 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 كمان ان هي ممكن تكون جربت كذا مرة يعني ممكن تكون روحة الجيم كتير وما حصلش نتيجة فبيبقى عندها حالة من هي عادة ان تبقاش مصدقة ان هي ممكن تريتش ساكساس ده فده برضو بديه دور مهمة قوي لو هي ما كانش عندها البيليف ان هي تقدر تحقق ده مش هتحققه يعني في برضو حاجة بالمانتك ترينيج ان ان انت لما بتيجي تعمل عايز تعمل موصل او عايز تعمل شكل معين للعضل احنا عارفين طبعا في البروغرامنج في الفتنس ان في حاجات كتير قوي الانجل 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 والموصل حاجات دي كلها والانجل بتاعت الجوينتس والحاجات دي بتأثر في شكل المسل فبالتالي لو هي مش عاملة مزبوط وعارفة ازاي تعمل موصل وازاي تعمل حاسة بالعضل حاسة وتعمل يعني انا ممكن وانا بشتغل في اي اكسرسايز يبقى شغالة بالموصل ممكن ما عملش موصل معينة انا عايز اشتغل عليه ببتدي يحصل اي بيحصل ان الموشن بتتعمل لكن بتاع الموصل ما بيبقاش ما زبوط عشان كده اعتقدت كمان في المصطلح بتاع موصل مايند مش كده موصل برين كونكشن ده لي علاقة بالسيجنلز اللي بيبعتها الموصل تنقبض بالنسبة القدقية والمودة القدقية وده برده بيقفقت الفيسيولوجية اللي داخل العظم موصل موصل فبيخلي الاداء اعلى بس احنا عايزين دلاتي نركز في الحالة النفسية بتاع الكلاينت بتاعتنا اللي بيحصل انه لازم تحاول او يحاول انه هو ياد باليو للتدريب بمعنى ايه بمعنى ان هي يقول لها بمعنى فلس بتاعت التدريب يعمل لها ساكورت نفسي زي يشكح ساكورت نفسي ويبتدي يشوف البرجرم يعني لما يبتدي يعمل بتاعه او الريزولتس اللي حصلت من البرجرم اللي احنا بنسميها على البرجرم وبيلاقي ان النتائج مش هي النتائج اللي مفروض تطلع فيبتدي يعرف ان في حاجة مش مزبوطة فممكن يدي نفسي عن كم وره هي جهة الجيم وما حصرش كم وره عملت مامرشبت مراحج الجيم وده احنا بنلاقيه كتير يعني يعني برضو الهيستوري زي ما احنا بنعملها في الماديكل والنيوتريشن والفيتنس وكل الكلام ده بنعمله برضو يعني يعني يعتبر ان احنا بنعمل الهيستوري لكل الجوانب زي ما عملناها في الحاجات التانية بتاعي لزبط يعني احنا بنعمل بنعرف الهيستوري نفسي بالشكل يعني مثلا سينا بتقول انا انا اشتركت بقى لي عشر سنين عايز اخيز مثلا اشتركت في وبعمل مامرشب وبعدين مبرارش هنا في مشكلة ان اما بتاعت الجيم نفسها مش بتعملها او بتروح بتلاقي حاجة معينة بتخليها يس ما بتقدرش تكمل تلك عشان كده دلوقتي من العلوم المرتبطة بعلوم الفيتنس او تدريب الفيتنس ان ازاي اخالي كلينت يتحط في مود ما يركزش قوي على الويكوينت اللي موجودة عندهم زي كلاسس مسلا كان الاول بنستغل مرايات في الستوديو كله دلوقتي لابتدت المرايات لازم ما يبقاش شايف نفسه وهو بيلعب او هي بتلعب ممكن بزبط ممكن تشوف نفسها هي بتلعب تحس اي ده انا تخينها قوي اي ده انا مش عارب ايه فتبتدي ما تركزش في الحركة اللي هي بتعملها ما يحصلاش اللي سنتعب اللي هي مفروضة تبقى مبسوطة فيه والبلس اللي هي بعد كده مش مش بتيجي تاني ده احنا مش عايزينه اوكا يعني الناس ما تخليش تلتزم بالفروغرام او لو جانب نفسي زي ما هو جانب التاني يعني مفروض ان المدارب الشخصي بيكون حلقة الواصل ما بين المكان اللي هو بيتمرن فيه طبعا بيكون حلقة الواصل بخصوص كمان ان هو بيكون حلقة الواصل بالالتزانués الاجتاءه والالتزان النفسي به معنى ان ممكن برضو ااااااااااااااا passo يكون مكان كواس جدا بس الكلانت نفسها معدهش دفعيه او معدهش دفعيه هوا ويجي او يانتزم في الدكاريف هو اللي انت تزوم في التدريب ده ايه بيبقى ارادة يعني احنا بلاقي بلاقي بعض بساعة بيعملوا كل حاجة بيقول عليها فيه تانية لأ مع معايدة وحشا جدا ما بيجيش مش مهتمة ده هو ده ليه عشان انت عامل نفسي في حاجة وصلتهم لكده هما جومت جيم ورادي فهم تركوا مات بقى مش لازم يكون من الشخص من اخر مكان هما راحوهم لأ تبقى تركهمهم يعني هما اخدوا الخطة الاولانية هما جومت جيم فهم عايزين حد ليزم يحطهم على ترك بزرح احنا بنشكر الدكتورة ميادة وبنشكرها انها قناعتنا ان احنا نغير المكان اللي احنا كنا عاديين فيه كل سؤال انت طيبة يا دكتورة ميادة اتمنى انك يبعندك افطار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبيتصوريهولنا وطيبعطيهولنا عشان اصدقائنا في الصفحة يشوفوه بشكر المستمعين لو عندكم اي اسئلة للدكتورة ميادة الاخضر اكتبوا هاشتاج اي اسأل الدكتورة والسؤال بتاعك واعتقد ان الدكتورة ميادة مش هتتردد انها ترد عليكم في الاسئلة بتاعتكم تحت امرك انا شكرا ان صورنا النهاردة من نيورج جيم كل سنة وانتو طيبين واشوفكو في حلقة قادمة ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة